طبعا كمان تعودناكم كل يوم عم نستعرض بعد ذكريات جميلة بتذكروها الفنانين المعروفين في الوسط العربي حول شهر رمضان طبعا الفنانين بتابعوا في هذه الفقرة وهي فقرة اشتقنا لرمضان التعبير عن ذكرياتهم وذكريات طفولتهم وبرون لقصص جميلة جدا عن شهر الفضيل شهر رمضان اليوم لقاءنا حيجمعنا بالفنان فراس ابراهيم واللي خبرنا اكتر عن طفولته برمضان خلينا نتابع التفاصيل جو العائدي المقرب جدا لقلبي مع والدي الله يرحمه مع والدتي وما اختي هدى اللي كانت اصغر مني انا تعودت الحي قصوم من قراء صغير يعني كنت تعزب شوي اهرب شوي هيك بشربة مي واكلة لقمة وكانوا يبرروا ليهاها لا الحي قراء يعني انا متل ما كانوا معوديني اهلي انا اعيش هاي الاجواء ايضا انا عودت عائلتي برمضان بسترخي حقيقة وبنام مو بنام مشان يروحوا الصيام لا بنام لاني انا محلاج النوم رشاش برك والشاكرية وهي الاكلات اللي فيها اللبن المطبوخ من الشي اللي معلم عندي نهاية رجل شجاع مثلا بعمل استاذ نجدة انزور بطولة ايمن زيدان مجموعة تقاريد اجتماعية دينية بمعنى المسحراتي وبمعنى هذا الطقس عند الافطار وهذا الحدوء وهذا الصلاة والدعاء السنة اتمرمرت بمحمود دريش بمسلسل في حضرة الغياب اتمرمرت يعني صارت ظروف كثيرة يعني بالمنطقة كان ممكن تعصف بأي مشروع الحقيقة يعني اللي اكبر مني بكتير واللي اغنى مني بكتير والاهم مني بكتير ما قدروا يصمدوا الحقيقة هي السنة يعني يا عم السلام جواد كل ام فقدت فقدت ابن او اخ او اب وكل الاطفال ان شاء الله هيك بيرجعوا بيلاقوا ناس حناين يقدروا يعطوهم هاي الجرع اللي فقدوها خلال هاي فترة اشتقنا لرمضان تعال اجيب معك السلام والامان والحب فراس ابراهيم شكرا للفنان فراس ابراهيم ونقوله ايضا رمضان كريم واللي شاركنا بفقرة اشتقنا لرمضان لأهم ذكرياته وذكريات الطفول خلال هذا الشهر الفضيل